السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأول Circuit Variable ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الرابع Passive Science Convention لاحتساب قيمة الباور ومعرفة هل هي موجبة أو سالبة في مكون كهربائي سوف نتفق على قانون اسمه Passive Science Convention ويتمثل في دخول التيار الكهربائي من القطب الموجب للجهد V وبالتالي سوف نضيف موجب لقانون الباور كما هو مبين في هذه الصورة الأولى فنحن نعلم أن الباور بصفة عامة هي الجهد ضارب التيار وتنقسم هنا إلى حالتين الحالة الأولى نضيف موجب للباور وفي هذه الحالة يكون المكون الكهربائي هنا هو متقبل للطاقة يعني Absorb Power ونضيف سالب إلى قانون الباور فتصبح P تساوي الباور هي سالب V ضارب V في الآي وفي هذه الحالة يكون المكون الكهربائي الذي عندي هو مكون يعطي طاقة Supply Power وإليكم هنا أربعة أمثلة عامة ففي الحالة الأولى نلاحظ جيدا أن الطيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب لهذا المكون الكهربائي وبالتالي قيمة الباور هي كهذه الحالة الأولى وكذلك الحالة الرابعة فالطيار الكهربائي يخرج من السالب ويدخل من الموجب فتكون الباور في هذه الحالة هي موجب V ضارب I أما في الحالتين B و C فنلاحظ أن الطيار الكهربائي يدخل من القطب السالب وكذلك في الحالة C فأن الطيار الكهربائي يدخل من القطب السالب للجهد ونكون هنا في هذه الحالة وهي أن الباور يساوي سالب V ضارب V في الآي وإليكم الآن مثال تطبيقي لمعرفة هل أن الباور هل هي أبزورب أو سبلاي ففي المثال الأول المثال I عندي مكون كهربائي نلاحظ أن قيمة الطيار الكهربائي تدخل من القطب الموجب لهذا المكون الكهربائي وبالتالي أول شيء نكتب P هي موجب V ضارب I ثم نعوذ هنا قيمة الطيار الكهربائي هي 5 إمبير وقيمة الجهد كما هي مبينة ومعطلة 10 فولت فخمسة ضارب 10 هي 50 وات والباور هنا هي موجبة أكبر من صفر وبالتالي المكون الكهربائي هو مكون يتقبل الطاقة الكهربائية في المثال B نرى جيدا أن الطيار الكهربائي يخرج من الموجب ويدخل إلى القطب السالب وبالتالي مباشرة نضع سالب في قانون الطاور ثم نعوذ قيمة الطيار الكهربائي وقيمة الجهد قيمة الطيار الكهربائي هنا هي سالب 4 قيمة الجهد 3 فولت سالب 4 ضارب 3 هي سالب 12 مع السالب الأول وهو نتيجة أن الطيار الكهربائي يدخل من القطب السالب فتصبح موجب 12 ولننسى الوحدة هي وات وبالتالي هي نفس الحالة الأولى وهي أن الباور أكبر من صفر فيكون هذا المكون الكهربائي هو مكون يتقبل الطاقة الكهربائية نمر إلى المثال C نلاحظ أن هنا لاحتساب الباور أن الطيار الكهربائي يدخل من القطب السالب وبالتالي مباشرة نضيف سالب إلى قانون الباور ونعوض قيمة الطيار الكهربائي وهي سالب 12 قيمة الجهد هنا هي سالب 10 مع السالب الأول هذه فتكون قيمة الباور سالب 120 وات هنا الباور هي أقل من صفر نيجاتيف وبالتالي هذا المكون الكهربائي هو مكون يعطيني طاقة سبلاي باور وفي المثال الأخير ألاحظ هنا أن قيمة الطيار الكهربائي تدخل من الموجب وبالتالي الباور نضيف فيه موجب قيمة الطيار الكهربائي هنا وقيمة الجهد هي 60 إمبير قيمة الجهد سالب 6 فولت فتكون قيمة الباور سالب 360 وات وفي هذه الحالة الباور نيجاتيف والمكون الكهربائي مكون يعطيني طاقة ترجمة نانسي قنقر